اشتركوا في القناة للمجلس الاعلى للمرأة عمال الاجتماع الذي اكدت خلاله على حرص البحرين على المضي قدما في الوفاء بالتزاماتها الدولية ناسيما على صعيد متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو وتسليم التقرير الى اللجنة المعنية بالامم المتحدة في الموعد المحدد في فبراير المقبل بعد اعتماد النسخة النهائية من قبل المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عهل البلاد المفدى حفظها الله مشيرة الى استمرار الحوار البناء مع لجنة السيداو بغرض رصد تقدم المرأة البحرينية في مجالات مختلفة ومواصلة العمل على مواجهة اية تحديات وقدمت الانصار خلال الاجتماع عرضا لواقع تقدم المرأة البحرينية على الصعيد الدولي تضمن الاشارة العضوية المملكة في عدد من اللجان الدولية كلجنة المرأة بالامم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الامم المتحدة للمرأة اضافة الى تبني واطلاق هيئة الامم المتحدة للمرأة جائزة الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وافتتاح المكتب التمثيدي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في المملكة بحضور وكيلة الامين العام للامم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة وهو ما يتي مؤكدا على نطج وتقدم البحرين في مجال مشاركة المرأة في المسار التنموي بقيادة كريمة ورائدة من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اليوم كان اجتماعنا الأخير كفريق وطني لوضع التقرير الرابع لمملكة البحرين لمتابعة تنفيذ التفاقية السيدو قصد من هذا الاجتماع أن نضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير على اعتبار أن مملكة البحرين دائما ملتزمة بموعيد تسليم مثل هذه التقارير التي تتابع فيها التفاقيات تحت علاقة بحقوق الإنسان وعلى وجه التحديد حقوق المرأة موعد التسليم هو فبراير وهذه المسودة النهائية سيتم رفعها لاجتماع المجلس الأعلى للمرأة القادم للاعتماد النهائي قبل أن يتم إرسالها إلى اللجنة المختصة في جنيف بشكل عام التقرير ركز على الملاحظات الختامية التي صدرت في بيان اللجنة كنتيجة لمناقشة التقرير السابق فالتزم الفريق الوطني بمتابعة كافة الملاحظات بالإضافة إلى الرجوع إلى العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة بوضع المرأة البحرينية ومنهاج عمل بيكين الأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى ما يتم من إنجازات نوعية على أرض الواقع تعمل مملكة البحرين جاهدة لإبرازها من خلال هذا التقرير ونأمل أن تتم دعوتنا لمناقشته عن قريب عادة ما بين موعد التسليم والمناقشة يكون هناك في موعد انتظار بين سنة إلى سنة ونص ونحن جاهزين لهذا الموعد ترجمة نانسي قنقر